بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع الطباعة بالتكرار سيكون درسنا رقم أربعة طباعة بالتكرار في البداية سأذكر بأداب الدراسة عن بعد التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي ونلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة التي يجب أن تتبعها أما الصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي عامودك الفقري أيضا أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح أكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي الأمل بطريقة صحيحة مع المعلمة أتبع التعليمات بالتسلسل مقصود بالتسلسل اللي هو الترتيب أو التدرج عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى أبدأ معها وقوم بتنفيذ الخطوة وعندما أنتهي أنتظر حتى تنتقل المعلمة إلى الخطوة الثانية بعدها أنتقل معها بالتدرج أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة في بعض الخطوات التي تصعب علينا نطلب المساعدة ممن هم أكبر منا سنا في الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة وإعادة الأدوات إلى مكانها الصحيح أتخلص من بعض الأدوات المستهلكة التي لم أعد بحاجة لها وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف هذا بالنسبة للأداب الدراسة عن بعد نأتيلي درس اليوم اليوم بإذن الله سنطبق طباعة القوالب الزخرفية بطريقة التكرار إذن هدفنا الآن أن يطبع الطالب والطالب قوالب زخرفية بطريقة التكرار أما الأهداف التدريسية أولا أن يذكر الطالب والطالب معنى الطباعة بالأثر ثم يعدد الطالب والطالب أنواع التكرار في الطباعة ثم يطبع الطالب والطالب قوالب زخرفية بالتكرار طبعا الطباعة أخذناها اللي هي استخدام قوالب طبيعية تكونت دون تدخل الإنسان مثل الأصداف ووراق الأشجار كل هذه تكونت بقدرة الله سبحانه وتعالى لذلك تعتبر هذه قوالب طبيعية أيضا هناك قوالب صناعية تكونت بتدخل الإنسان كوسيط لنقل اللون والزخرفة اللي رسمها على هذا القالب لنقلها على أسطح مختلفة ما هي الأسطح المختلفة؟ الأسطح المختلفة اللي هي مثلا ممكن أطبع على ورق ممكن أطبع على علبة هدية ممكن أطبع على قماش على علبة هدية على بطاقات تهنئة كل هذه تعتبر أسطح مختلفة طيب أنواع التكرار عندنا التكرار المنتظم لأنني أستخدم نفس الشكل الهندسي بطريقة التكرار مثل عندي هنا الشكل المثلث هنا مثلث هنا مثلث هنا مثلث هنا مثلث هذا التكرار منتظم أيضا النوع الثاني من أنواع التكرار اللي هو تكرار متعاكس تتكرر فيه الوحدة الزخرفية وتتدالى بأسلوب أكسي كيف؟ يعني مرة مثلث بطريقة أفقية يعني الرأس عنده يكون في الأعلى مرة بالأسفل مرة بالأعلى مرة بالأسفل أيضا المستطين ممكن أسويه بطريقة أفقية ممكن أخليه بطريقة عامودية بهذه الطريقة هذا نسميه تكرار متعاكس النوع الثالث والأخير من أنواع التكرار المتبادل اللي أستخدم فيه نوعين من أنواع الأشكال الهندسية أو وحدتين مختلفتين مثل ما تلاحظون هنا عندنا المثلث، الدائرة، مثلث، دائرة هذه كلها أخذناها في الدروس السابقة للتباعة اليوم بنستخدمها في استخدام زخرفة هندسية طبعا الطباعة على الجدران موجودة عندنا وتشتهر في منطقة أبها في المنطقة الجنوبية دائما يستخدموا الطباعة بألوان مختلفة لو تلاحظون عندنا الصور مثل هذه الصورة على الأبواب، على النوافذ، على الجدران استخدمت فيها الطباعة بالقوالب واستخدمت ألوان متنوعة مثل اللون الأخضر والأزرق والأصفر وغيرها من الألوان لتمثيل الأشكال الهندسية بطريقة زخرفية طيب ما هي الأدوات اللي راح نحتاج لها اليوم عشان نطبق اللي هي طباعة الزخرف الهندسية بطريقة التكرار اللي هي ألوان مائية أيضا صحن ورقي أو بلاستيكي حتى أضع اللون داخل هذا الصحن أيضا كراسة رسم حتى أطبعها إذن أطبع عليها إذن هذا الصطح اللي راح أستخدمه للطباعة أيضا فرشات رسم لنقل اللون وقالب من القوالب الزخرفية أنا أقدر أستخدم قالب أو أكونة بطريقة الأشكال الهندسية المنفردة طيب نأتي للتطبيق الأملي عندنا الآن هذه مجموعة من القوالب الزخرفية لو تلاحظونها الآن على الشاشة بعضها مكون بطريقة شكل الوردة بعضها أشكال الهندسية منفصلة مثل عندي هنا شكل مثلف هنا شكل دائرة هنا شكل مربع أقدر أستخدم هذا الطريقة مفردة أو أستخدم القالب الجاهز للزخرفة أنا راح أستخدم القالب الجاهز للزخرفة على شكل وردة لكن راح أستخدم لونين مختلفة من الألوان إذن سأستخدم هذا القالبين راح أستخدم أيضا لونين مختلفة سأستخدم صحنين إذن سأضع لون هنا ولون آخر اختار اي لون انا راح اختار اللون الاصفر والاخضر اضع اللون بالكمية المناسبة اللون الاخر اللون الاصفر طيب بعدها اضع قليل من الماء حتى بس يمتزج اللون يصبح سائل ولزج بعدها ابدأ بخلط اللون بفرشات الرسم هذا اللون الاخضر احضر القالب اللي اريد اطباعه عليه وابدأ بوضع اللون على نفس القالب على الاجزاء فقط البارزة هذا اول جزء بارز اللي هو الشكل الهندسي مثلث الجزء الثاني ايضا مثلث جزء اخر مثلث كل هذه تمثل زخرفة هندسية ايضا مثلث اخر وفي المنتصب في الشكل الهندسي دائرة طيب الان انتهيت من وضع اللون ابدأ بوضع القالب وافغط على السطح اللي اريد اطباعه عليه هذا اول شكل استخدم ايضا القالب الاخر بلون مختلف باستخدم اللون الاصفر حاول اخفف اللون اللي استخدمته من على الفرشة وابدأ بوضع اللون على نفس القالب على ايضا الجزء البارز هذا عندي المثلث ايضا مثلث الآخر كلها تمثل زخرفة هندسية استخدمنا فيها شكلين من الاشكال اللي هين مثلث والدائرة مثلث الآخر نسمى قلنا فقط الجزء البارز هنا الدائرة يلا ونبدأ نضغط الان على سطح الورقة حتى نتأكد من نزول اللون على الورقة الان نكرر العملية بنفس اللون الاخضر حتى نمثل عملية الزخرفة بطريقة التكرار مرة اخرى لون الاخضر مثلث ثم المثلث الآخر نفس اللون لو تلاحظون انا فقط اللون على الجزء البارز من القالب ايضا الدائرة اخر شي ثم ابدأ بقلب القالب على الورقة واضغط جيدا حتى اتأكد من نزول اللون على السطح الذي اريد الطباعة عليه انتهت الان بامكاني ان اكمل نفس الطريقة هذه هي الطباعة بطريقة التكرار لزخرفة الاشكال الهندسية استخدمنا فيها شكلين من الاشكال الهندسية اللي هي المثلث والدائرة بامكاني استخدم نفس الطريقة واكمل بألوان مختلفة او اني استخدم ايضا اشكال مختلفة بطريقة متعاكسة هذا هو درسنا لليوم اتمنى ان يكون درس اليوم مفيد لكم عزائي الطلاب والطالبات لكن لا ننسى عزائي اولياء الامور تعميم المهارة في المنزل مع الطالب والطالبة في المنزل من خلال التباعة باستخدام قوالب زخرفية من خلال استخدام قوالب زخرفية وايضا تقديم المساعدة التي يحتاجها الطالب والطالب سواء كانت مساعدة جسدية او لطلية او ايماءات ايضا تقديم التغذية الراجعة وعبارات التحفيز والثناء للطالب حتى يشعر بالنجاح والثقة بالنفس ايضا عمل نمذجة مهم جدا امام الطالب حتى يعرف ما هو مطلوب منه والخطوات بطريقة صحيحة من ولي الامر هذا هو درسنا اليوم باذن الله اراكم في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة امن التمامي مع السلام